اي سبعة وسبعين اس من اوبو جاي تشوفون هذا الجهاز الجديد حقيقا انشوقت انه اراجع هذا الجهاز ليش هسراحة تشوفون داخل العلبة هذا الجهاز يجيب ذاك بثلاثة وثلاثة شحن سريع خمسين ميجا بيكسل كان الذاكرة رام ثمانية مع المية وثمونة وعشرين هذي ابرز معلوماته ولا تنسون هاي بالنتيجة هاني راح افتح لكم الصندوق طبعا هذا الفيديو برعاية الشركة العالمية للهواتف النقالة اللي مقرها في كربلا والهندية هذا الفيديو برعاية هاي الشركة راح افتح لكم الصندوق وراويكم شنو محتويات العلبة اكيد انتم راح تشوفون لهذا الجهاز هذا الجهاز حقيقي يستاهل يستاهل من اوبو ويجهاز تقدر تقول مقنع حقيقة اذا فتحنا فتحنا العلبة شوف لهذه العلبة ش راح تجي بها اول ما نجيل هذا هذا هو اللي دائما تعرفون بيش راح يجي من اوبو هذا الدبوس راح تشوفه خليت على صفحة راح تشوف الحافظة هاي الحافظة كل شمعتني بيها وشكلها حلو يعني حتى طلع لك الجهاز حلو هذيها خليناها على صفحة لأوبو اي 77 اس هنا منطيك خمسة قيقية ضيف الرام ثلاثة وثلاثين شحن سريع خمسين ميجي بيكسول هذا ما يهمنا شنو اللي يهمنا شوفوا لي شاشة الجهاز اها هذا اللي يهمنا ليش تقول لي ليش متحمس شوفوا الظهر ما للجهاز هذا حاله من حال الرينو 8 يعني الشكل بريميوم لكن هو جهاز تقدر تقول متوسط هنا تشوف لي هذي البصمة الموجودة وهذه الاضلاع الموجودة هنا الاضلاع العدلة المستطيلة وهنا عندي زر خبض ورفع الصوت وهذي ظهر مالتيك كلش حلو حقيقة هاني مصنعية اوبو والدزاين اللي تسوينا يا فتحقيقة شتش شي كلش حلو حقيقة اذا تلاحظي هنا تشوف تشوفوا الظهر بالنسبة للجهاز الكاميرات اراوي كياها بعدين بالتصوير بس هذا الجهاز تحفى حقيقة تحفى حس راح نفتح لك الجهاز راح افعل لك الجهاز شوف هذي اوبو شنو محتلات التجوية هذا الجهاز المتوسط هذا هو شنو هذي يو اس بي تايب سي الى تايب اي وحنا قلنا هذي هي الشاحنة التدعم لثلاثة وثلاثين واط تلاحظوا يا هذي بعد ما فعلنا الجهاز واجه كلش حلوه شكل الجهاز كلش حلوه هذا الجهاز سعر حاليا بيش قيت اش تتوقعون انا ما اتوقع لكم راح تقلكم السعر هذا الجهاز سعره مئتين دولار انا اتوقع انه هو واحد من الاجهزة المعتنية بتصميمه شوف الديزاين الموجود به مئتين دولار مئة واثمانية وعشرين مع رام وثمانية جيجا واحد من الاشياء التي تحسها شركة اوبو تعتني بحتى الاجهزة الاقتصادية والاجهزة المتوسطة فهذا منه اوبول اي سبعة وسبعين اس يجاني بنفس ديزاين الرينو ثمانية او الرينو سبعة شنو رأيكم وشنو تحتاجون قلولي بالتعليقات ان شاء الله بالمراجعة الكاملة اذكركم كل عيوبه ومساوئة وايجابياته بالمراجعة الكاملة تحيات لكم وفي امال الله